مرة تانية أرجع على حضراتكم كنت أتكلم ممكن قبل مدخلة كابتن أحمد ناجي على مطش النهاردة مع مينة سامنود وقلت لحضراتكم أن المباراة دي بصرف النظر عن سكور الكبير واللي ما تابعش المباراة ممكن يدخل طبعا على صفحات الأهلي على السوشال ميديا يشوف الأهداف سبعة ملعوبين الحقيقة سبعة جوال أكتر من رائعين أنا قلت الحقيقة أنه أغلب مهاجم الأهلي تعلقوا النهاردة لازم أحط كريم فؤاد كمان واحد من النجوم الأهلي عبدالقادر وكريم فؤاد وعمار حمدي ومناسبة عمار طبعا ده الهدف الأول اللي أحرزه كريم فؤاد اللي فتح به التسجيل للأهلي الحقيقة يمكن خليني أقول لحضراتكم كمان أنه التلاتة دول إن شاء الله يقول ليهم دول رئيسي كبير جدا مع سكور الأهلي السنة أطمنكم على صابة ده جون عبدالقادر العالمي طبعا رولاد طبعا بتاعت زيدان بتاعت زمان اختراق وأخوان تو مع أعتقد كان حسام والفاينل توتش حطها برجل الشمال في الجون الولد ده جماعة مستقبل الكرة ومش في الأهلي في مصر إن شاء الله بإذن الله وتفرجوا على عبدالقادر ده في نهاية السيزن وقولوا أحمد قال وشايفوا الحقيقة يمكن يكون اللعيم المؤهل بقوة إنه يلعب مع أفشا في مركز عشر ولد عنده إمكانيات كبيرة جدا وعنده شخصية خدوا بالكم فيه لعيبة كتير جدا إمكانياتها عالية قوي بس ما عندهش الثقة بنفسه وما عندهش الإحساس بإمكانياته بالشكل اللي يخليه عبر عنها بشكل كامل لا عبدالقادر واحد من النجوم اللي حقيقة اللي هيكونوا إضافة كبيرة لسكوات الأهلي السندي والمنتخب مصر إن شاء الله بإذن الله خاليني أقول طبعا هدف وحيد استقبله نادي الأهلي بعد مكاتل نتيجة 2-0 اللقبطة بين المدافعين قدت لتسجيل مينة سامنود هدفهم الوحيد في المباراة أطمنكم على العمار لأنه عمار تصاب في الشغط الأولاني الحمد لله مش الحمد لله أنه تصاب الحمد لله أنه تصابة بسيطة هي عبارة عن كدمة زي ما أكد دكتور أحمد أبو عبلا كدمة في قصبة الرجل كدمة جامدة شوية لكن إن شاء الله بإذن الله مش هتأثر وممكن جدا إن شاء الله يبقى جاهز مع الأهلي قبل مطش المقاولين اللي جاي ده الهدف الثالث اللي أحرزه النادي الأهلي وخلييني أقول لحضراتكم أنه الأهدف عموما ملعوبة وهنتكلم فيها مع كابتن مار همام وهنعرضها لحضراتكم بالكامل في السادسة بس خلييني أكمل بقية أخطاء